بصها كريم هي طبعاً أزمة الإسماعيلية من وجهة نظر هي أزمة إدارية لزي ما أستاذ أحمد جلال كده اتكلم أنت كنت عندك حمزة الجمل قعد الفريق في بطولة الدورة مشيت وخلاص هي رؤية رئيس نادي أو رؤية مجلس إدارة مشيت كابتل حمزة الجمل وروحت اتعاقدت مع جريده هل أنت كان عندك رؤية في جريده؟ شايفه مدرب كبير حقق بطولات سواء هنا في مع النادي الأهلي أو في تجاربه برة يدي له فرصة يدي له فرصة لحد على الأقل الدور الأول لكن أنت جبت جريده هل جريده اختار الصفقات النادي الإسماعيلي جابها؟ ما اختارش الصفقات الصفقات كانت بقرارات منفردة من بعض مسؤولي نادي الإسماعيلي وبرضو في تعيين كابتل أحمد حسان ميدو ودي معلومة مجلس إدارة كان رافض مهندس إحكومي رئيس نادي الإسماعيلي انفرد بالقرار وتكلم مع ميدو وانت مدير فني وانت موجود وشكل مجلس إدارة الإسماعيلي كان رافض مهندس إحكومي رئيس نادي الإسماعيلي اللي أنا عارفه أنه كان فيه حوالي 3 أو 4 أعضاء مجلس إدارة في الإسماعيلي رافضين تعيين كابتل أحمد حسان ميدو مدير فني كويس أو مدير فني غير موافق دي القصة على جنبه لكن فكرة مجلس إدارة إنه ناجي أما يجي أعضاء مجلس إدارة يرشحوا لك عبد الحميد باسيوني ورشحوا لك خالق جلال مع حفظ الألقاب يقول لك اتنين مديرين فنين كبار حققوا نجاحات في الدورة كابتل عبد الحميد باسيوني واخد سوبر خالق جلال إدر مع البنك إنه هو يعمل تجربة ومميازة على مدار سنتين ونصف فإنتم يجي أعضاء مجلس إدارة ويحصل مكالمات منهم كابتل خالق جلال يتكلموا معايا دايركت ومهندس إحكومي يتكلم مع كابتل خالق جلال وفيه اتفاق وفجأة أنت تطلع تقول أنا كلمت ميدو وميدو مدير فني وده قرار نهائي وأنا قررت رغم رفض أعضاءه لا يبقى هنا معلش نقطة من أول السطر انت بالدير مدير اسماعيل لوحدك كمهندس إحكومي وانا في مجلس إدارة انتو نزلتو مع بعض القيمة ومجحتو والقرار لازم يبقى جماعي يعني أنا لو شايف خلاص الأعضاء كلهم قالوا كابتل خالق جلال خلاص يبقى كابتل خالق جلال مع كامل الاحترام لرهبوتي لكن إيه اللي خلاك تاخد أو تفكر في تجربة أحمد حسام ميدو فطبعا عندك مشكلة من بداية الموسم مش مشكلة ميدو الواحدة ولا أنت اخترت صفاقات إزاي أصل عمر الوحش ماشي أصل عمر الوحش قاعد أصل الشامي ماشي وراح المصري لا أصل الشامي قاعد القرارات كلها مش مدروسة بالمرة صحيح الاستقالة أنا وجهة نظر آه قزمة الإسماعيلي إدارية سواء هم رجعوا في الاستقالة وكملوا أو هم غالبنا يرجع عشان حسم زمالي في الإعداد بيقولوه دلوقتي أنه بكرة في اجتماع بين المنصحة الكومي ووزير الشباب والآن دكتور أشرف صبحي الساعة 7 مساء عشان يشوفوا الوضع عميزة دكتور أشرف صبحي وسيد المحافظ لازم يكون فيه تدخل ولازم يكون فيه تكاتف من نجوم الكرة في نادل إسماعيلي لأنه موقف الإسماعيلي بصراحة يحزن كل مشجع للكرة المصرية اشتركوا في القناة